لقد تم استقبال من قبل فخامة رئيسي الجمهورية السيد عبد الماجد تابون في ختام مهمة كسفي لليابان لدى الجزائر هذا البلد الذي قدم لي ترحيبا حارا ولا ينسى خلال فترة إقامة التي استمرت لما يقارب الأربع سنوات الجزائر أصبحت الآن البلد الذي قضيت فيه أطول فترة في حياة مهنية كديبلوماسي تتمتع اليابان والجزائر بعلاقات ممتازة منذ أكثر من ستين عاما هذه السنوات الطويلة من الصداقة والثقة المتبادلة سمحت لنا خلال مهمة بتحقيق العديد من المشاريع الثنائية مثل الإطارين القانونيين في المجال الاقتصادي لما في ذلك اتفاقية منع الازدواج الضاربي واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية الثنائية المختلطة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام كما تم استئناف برامج التعاون الفني لوكالة اليابان للتعاون الدولي جيكا وكالتنا للتعاون الفني بعد فترة جائحة كوفيد-19 خاصة في مجالات الصيد البحري وإدارة المخاطر الكبرى والتحول الطاقوي أود هنا أن أعبر عن عميق احترامي وامتناني لكل من كانوا دائما إلى جانبي شكرا لكم اشتركوا في القناة